بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم اه انا زراحت قرع عسلي اه ومساحة كبيرة طوال زي ما احنا متفقين من الاول اه اه وانا بزرع القرع العسلي اه كنت خايفة المحصول من باشحيل فقلت ايه ازرع شوية ضرع في وسطه بحيس المكسافة عندي تكون كام تكون اه تلاتين في المية او تلاتة وتلاتين في المية او تلاتة المساحة مزروعة ضرع في نفس الخط متحملة على القرع العسل زي ما تشايف المنزر الجميل بتاعك والحمد لله الضرع بدأ يسامل هوت تمام وكلها خمسة اشهر يوم يحصل تلقيح شهر واحد يكون استوى تمام طيب العملية دي بتتم ازاي وايه الهدف اللي احنا اللي خليني ازرعه تمام اول حاجة انا التخطيط عندي بالنسبة للقرع على هو المفروض ما يكونش كده على فكرة برضو لان اللي هي الاساس التخطيط اه معمولة الشبكة دي عشان الضرع فقط تمام طيب لما احنا بنجي نزرع ضرع بنلغي خط ونسيب خط يعني المسافة بين الخط والخط المفروض كان مفروض متر ونص بالقرع طيب لو انا زرع ضرع زي ما نعمل كده نعملها خمسة وسبعين سنتي زي ما حضرتك شايف كده يعني تلحسبتم الضرع ده للخط ده خط الضرع ده للخط ده هتلاقيها كان بخمسة وسبعين سنتي تمام تمام طيب احنا زرعنا الايه زرعنا الايه القرع بقى مع الضرة زرعنا القصة دي ازاي اول حاجة جهزنا الارض والمسافة بين الخط والخط زي ما قلت لك خمسة وسبعين سنتي متر تمام تمام طيب المسافة بين النقاط والنقاط عشرين سنتي المسافة بين النقاط والنقاط عشرين سنتي تمام بعد ما جهزنا الارض حضرتك وامورها الطيبة امنا عاملين ايه امنا رايحين آآ جيين آآ زرعين الارع. تمام? الارع طبعا آآ تزرعوا شتلات او تزرعوا زور. لكن احنا بنزرع شتلات في الشتاء. تمام? عشان الجو برد والانبات بياخد فترة. اما في الصيف احنا بنزرعه آآ بزور. لان على خمس يوم بيكون تام الارع بيبقى تام الانبات تماما خصوصا في الاراضي الرملية. تم الانبات تماما خمس ايام ست ايام باقصاها. بيبقى كله طلع على الارض. تمام? تمام. بعد ما بزرع الارع بزرع الارع على مسافة انا زارع هنا انا مليش دعوة انا بتكلم على التجربة اللي انا عملتها بقى لان ايه في ناس هتطلع حتى اتتفق معاك او تخالف ما يخصناش المهم اللي انا التجربة اللي هي قدام عينيك. وشايف رأي العين دي تمام? تمام. بين بزرع الارع على بنقاط واسيب اتنين. يعني بين يعني بزرع نقاط واسيب اتنين. اتنين قلنا عشرين وعشرين اربعين. يعني بزرع كل بين الخط والخط كام ستين سنطي. بين النبات والنبات كام ستين سنطي. لان بزر على نقاط وسب اتنين يبقى ايه? عشرين وعشرين وعشرين كام ستين سنطي. تمام? تمام. يعني بزر على نقاط وسب كام في الستين? احنا قلنا التنقاط عندي على عشرين. يعني بزر على نقاط وسب كام وسب ستين سنطي بعده. تمام? الستين دول فيهم كام? الستين دول انا زرع نبات ونبات. مسلا ده نبات. وده النبات التاني. اهو. ده نباتة اهو. تمام? وده نباتة. النبات ده على العشرين اهو. بعد كده بسيب نقط. اللي هو العشرين بتوع وعشرين تانين وعشرين تانين وبزرع ايه يعني بسيب نقطين وازرع ايه التالت. تمام? اهو. المسافة ديت كام? ستين. تمام? الارع انا بعمل كده. بزرع حبيت ارع واسيب نقطين. بزرع نقط واسيب نقطين. تمام? نقطين دول بحط عليهم ايه? اتنين دورة. بحط عليهم كام اتنين دورة. وممكن احط عليهم واحدة. التجربة انا اعملها آآ بالجنبين. بالنحية بالطريقتين. واحدة واتنين. ولسه ما نقيمها في الاخر. تمام? يعني انا جيت آآ بين الارعاية والارعاية في نقاطين فضيين. تمام? بحط فيهم حبيتين. على كل نقاط حباية. حباية دورة. تمام? يبقى انا عندي حبيت كوسة. حبيت دورة. حبيت دورة. حبيت كوسة. بنعيد تاني? آآ. حبيت كوسة الاول بعمله. بعد كده مقاطة اللي بعدها حبيت دورة. بعد كده حبيت دورة. بعد كده حبيت كوسة. تمام? وهكذا طول الخط. تمام? بعد اتمام عملية زراحة الكوسة بيبقى العلامات بين على الخط. فبابدأ ازرع الضرة في النقاطات اللي هي ما تزرعتش. تمام? طيب. انا ليه بعمل كده? لان انا آآ عندي آآ في اختلاف من النباتين. تقريبا هم العمر بتاعهم واحد. تقريبا عمر الضرة السكرية السويت كورنلي. والارع تقريبا عمرهم واحد. خمسة وسبعين يوم تمانين يوم. لما الدنيا بتغتت اوه بيبقى ايه? بيبقى فيه شوية برد بيبقى ايه? آآ تمانين يوم. تمام? آآ خمسة وتمانين يوم اقصاها يعني تمام? طيب. انا الدورة عندي قائم. الدورة عندي قائم. طيب. والارع مفترس. يعني مش اتنين مش متعرضين مع بعض. لا مش متعرضين مع بعض ان شاء الله. لان زي ما شايفة هوت في وضع النهار شايف. الارع مفيش اي مشكلة فيه. طلع حكتو والدورة طالع من النص. آآ مفيش اي بردو مشكلة فيه. طيب. نسبة الدورة كامل لان ازرحها? طب اقول زي ما قلت لك تلاتة وتلاتين في المية. تمام? نسبة المساحة اللي عندي. يعني مساحة فدان. الفدان بقوله دورة بياخد كام? دورة بياخد اول اربعة وعشرين الف نبات. المزبوط بتاعه. اربعة وعشرين الف نبات. فيه ناس منزودة وفيه ناس. انا عن نفسي الطبيعة بتاعي واللي اللي قوله تمنتاشر الف نبات. بيصفي على تمنتاشر الف نبات. فدان الدورة. تمام? خلي هنا اربعة وعشرين. انا بيجدعو بتشركات بقى اللي بيطلعوا صياحوا. قل لك نزرع تلاتين الف نبات في الوحدة المساحة اربعة تلاف ومئتين متر يعني اللي هي الفدان وبنعمل وبنخلي انتم عارفينهم طبعا وانا كنت شغال في الشركة من دول واعرف حافزهم كويس تمام? مدير التسويق كان بيلبس طاقية ويعمل نفسه فلاح. ده صحيح مش بكزب يعني. مدير التسويق بتاع احد الشركات اللي اشتغلت فيها بتاعت البزور كان بيلبس طاقية فلاحين وبيطلع يعمل نفسه فلاح. وآآ واحد من التلفزيون المصر كان بيسأله. فاهمين ايه? آه يعني احد الشركات الكلام ده زمان من خمس عشر سنة. تمام? فكل ده والله بيحصل. فيطلع يقول لك يغني لك انا بيعمل وبيخلي وليه آه بيه اللي بتاع الشغل الحبشتكنات بتاع الجماعة بتوع اللي هما بيجذبوا دول على السوشيال ميديا يعني بتوع التسويق بمعنى اصح يعني المجال الوحيد اللي احبيته ولا بحبه ولا هحبه. تمام? الا مع الصادق طبعا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بحالنا. وربنا اعلم بالحال. والرسول ما ينطق عن الهوى. قال انا والتاجر الصدوق هتيني في الجنة. ليه? يعني ليه? يعني هو التاجر ده اه قاعد يسلطه للنهار وصمته للنهار وكلام ده لا. لكن صعوبة لصعوبة المنال. صعب انك تلاقي تاجر اه صادق. تمام? فعشان كده هيكون رفق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ازا كان صادق يعني اتمنى الناس يكون صادقة. تمام? فيطلع يقول لك اعمل لا انا بيجي دعوة حبيب الحكاية دي. خليني في اربعة وعشرين نبات. لا طلعت اوي ولا نزلت اوي. اربعة وعشرين الف نبات في الفدان. اربعة وعشرين الف نبات دورة في الفدان. تمام? الاربعة وعشرين الف نبات دول. ظروفهم ايه بقى حضرتك? ظروف الاربعة وعشرين الف نبات دول انه هما اه انا بزرع التلت منهم. لو زرحت تمن تلاف فدان. اه تمن تلاف نبات كويس جدا. ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين صح? لو زرعت تلات آآ تمن تلاف فدان خليهم عشر تلاف. على الوضع ده في عندي عشر تلاف نبات درة في الوحدة في المساحة الاربعة تلاف ومتين متر دي. آآ ما ضرونيش في حاجة. آآ الارع زي الفل اللي هو تحت بنفس على فكرة الارع هي المساحة بتاعته كده. والعدد النباتات بتوعه آآ على فكرة كده ما فيش اي مشكلة خالص يعني. واخد له تمن تلاف عشر تلاف نبات موجودين والدرة برضو ايه? بمثله. تمام? او اقل منه بشوية. المهم الوضع اللي انت شايفه قدامك كده وزي ما قلت لك. بين الخط والخط الملخص. يعني كان كله جن بتاعنا. هلها بيسترك. عندي خط الدرة اهو خط الدرة اهو بينه وبين بعض خمس اشعر صندي. التخطيط عندي على آآ التنقيط عندي على عشرين صنط بالنقاط والاخر. بنزرع آآ آآ نبات خيار. وبعد كده على نقاط اللي بعده نبات درة. اللي بعده نبات درة. اللي بعده نبات خيار. وهكزا بنعيد الكرة لحد ما نوصل لفين? لاخر الخط. اتمنى ان شاء الله باجن الله تعالى. آآ طبعا الفكرة مش جديدة ولحاجة لكن انا حبيت بس اشاركها معكم يعني. وهنشوف برضو المحصلة. انا ما عملتاش قبل كده في القرع. هنشوف المحصلة بالنسبة لانتاج القرع والجودة بتاعته. وانتاج الدرة. انتاج الدرة انا مش خايف عليه لانه طلح سنابي لهوت. تمام? فيش اي مشكلة خالص. عندك طلح سنابي لهوت وكلها زي مستشرة عشرين يوم. ونبدأ نحصد فيه او اقصاها يعني شخر. ونحصد فيه. ما فيش اي مشكلة خالص. تمام? لكن الحال بتاع القرع تحت هيكون شكل ايه? ده اللي اتمنى من ربنا سبحان وتعالى لو وفقنا فيه. ونطلع بنتيجة كويسة في الدرة. ونتيجة كويسة في القرع. لكن في حاجة بس بالنسبة للرش بتاعهم ما يتحرضوش قوي يعني. لان القرع العسلي ما فيش اي مشكلة خالص في نسبة للعروة دي ما فيهاش فطري خالص. الحمد لله ما فيهاش فطرية. لكن احنا ممكن نتدخل بس بالايه? بالحشري. وطبعا بالرش بتاعه. تمام? اه بنبدأ نحط مع شوية تمام? اه دلتا مسترين مع الافنت اللي هو بتاع الدودة تمام? ورشة او رشة الافنت الاتنين مع بعض مع شوية بيكفوا الددان وكفوا الدودة بتاعت القرعيات تمام? او زبابة بتاعت القرعيات. فالاتنين عندنا يعني بنضرب عصفرين اه بحجر واحد ماشي? فبلرش زي ما قلت لك الافنت تمام? اه تمام? وبلرشه اللي هو الافنت الامريكي ده هو بتاع الدودة يعني تمام? وهي بالرشة اللي تاب من اللي خلقتهم الاتنين وبرشوهم الرشدة انا او تلاتة اقصاها وامرنا بتبقى طيبة ما فيش اي مشكلة خالص بتحصل طيب. بالنسبة للتسميت اللي في الاول العراعي العسل اللي اقولنا ما فيش غير شوية الازوت اللي في الاول تمام? لكن انا ده والله حطيت كل حاجة وزودنا نسبة الازوت شوية وحطنا سمد عضوي في الاول. سمد عضوي ادي زي ما قلت لك هو مش قرآن اللي تقدر عليه حطه اي كمية كانت معك من عشرة متر مكعب للفدان لتلاتين متر عادي مش عندك اي مشكلة خالص. اه بنحطينا حمض في السفريك اه جرعتين او تلات جرعت في الاول بمعدل تلات او اربعة كيلو للفدان على التلات اسابيع الاولى تمام? اه حاليا اه حطيت لحد مبارح حاطت لكل فدان تقريبا خمسة وعشرين كيلو نطارات بوتسيم يارة خمسة وعشرين كيلو. اه خمسة وعشرين كيلو. وقبل كده حطت نص اه يعني تقريبا الفدان واخد من هنا خمسة وتلاتين كيلو او سبعة وتلاتين كيلو نص نطارات بوتسيم يارة. تمام? اه بالاضافة لتلات اه مرات حمض في السفريك والازوت تدهوت على حسب الرؤية ما هي بينها قدامك. الحمد لله الرؤية التمام التمام ما فيش اي مشكلة خارس. اه ان شاء الله في الحسد بنتقابل في حصد الدرة وبرو في حصد الارع. تابعونا. شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.